اول احنا متفقين ان مش الغرض الجدل احنا عايزين نوصل احنا دلوقتي في عصر مهم جدا عصر دهبي بيكتب فيه تاريخ احنا حيبقى قانون الاحوال الشخصية بتاعنا ايه لو ما وصلناش مع بعض لحل يرضي جميع الاطراف او على الاقل يبقى الاكتر عدالة ما بين الطرفين هنبقى بنخسر الوقت اللي فات ده كله السنين اللي فاتت دي كلها اللي احنا بنطالب فيها عدالة في قانون الاحوال الشخصية استاذ عصام سمحلي بما ان الاجيس فرشت وحنا الست السيكات هنبدأ بالاستاذ عبير فكرينا برأيك في قائمة المنقلات معا ولا ضده طبعا احنا عارفين ضمنين حضرتك معا التحيات لحضرتك وسعيدة ان احنا بنصار بنصير القضية دي في منبرك بشكل محايد جدا خلينا نقول حقائق الاول ان قائمة المنقلات دي ممارسة عرفية ملهاش علاقة خالص بالجواز نفسه لانه ايصال امانة فبيتاخد على الراجل كان زمان كلمة الراجل عهد والجواز كان عرفي ما كانش موسك لكن للأسف الشديد لان كلمة الراجل ما بقتش عهد ولا بقت على حد السيف على رقابته وبقى لازم يمضي حصلت الممارسات العرفية الا انا بالمناسبة ضدها يعني انا ضد ان احنا ناخد ايصال امانة على الزوج ولكن لان ما فيش ابرام يعني عقد حقيقي يضمن حق السيدة اللي هي طرف اصيل في العلاقة الزوجية بعد انهاء العلاقة لجأت الاسر لقائمة المنقلات ليه؟ لان المنقلات نفسها اللي هي العفش اللي احنا بنجيبه في اسناء الجواز هو جزء من المهر يعني هو بيدي المهر وهي بتجيب العفش بالزبط كده وهي بتحط فلوس فحتى دار الافتة اقرت انه هو لا يرد وانه دود يعني من ضمن المهر يعني حلال الزوجة بالمناسبة يعني على مستوى الشارعي لكن فيه تلات اطراف في المعادلة دي الطرف الاول والتاني الزوج والزوجة الطرف الاصيل هم الاطفال مش من باب المنطق ان احنا نسيبهم من غير منقلات انا فهمت غير كده ان المنقلات مش وديعة يعني هي استهلاك ما هيش اللي هنجيبه النهاردة هبابرود على التمن بعد التلاعب في الامر ده امر رجالي وطبعا احنا معنا معاني يقدر يقول لنا ده ان احيانا بتبدل المنقلات اشوف تلاعب المناحي دي المناحي الرزيلة احنا ضدها تماما انا فهمت وجهة نظر حضرتك او من السابق اعرف بقى وجهة نظر استاذ عصام على الشارع ونشوف انا عندي حل هنتكلم لسه احنا بنعرض لسه الاراء اتفضل ايه استاذ عصام انا بسم الله الرحمن الرحيم انا هاخد من حيث منتات الزميلة هاخد من كلامها حكتين للأسف الحكتين اللي هي قالتهم بيتنقدوا تماما مع نص القانون